السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الإيميل بتاعك والمعلومات بتاعتك متصربة? في موقع بتخصصة لتسريب المعلومات والداتا زي ارقام التلفونات والإيبالات والاسماء والحاجات دي كلها. فالموقع ده بيديك معلومة معينة. ممكن تكتب الإيميل بتاعك. وهيبدأ يقول لك ايه الموقع اللي تم اختراقها ومن خلالها اتصرب المعلومات بتاعتك. يعني موقع كنفا خدوا منها الإيميل بتاعي واللوكيشن والاسم والباسورد وليزر نيم. ما ده بخد الباسورد يبقى بسرعة اغير الموقع ده اتخدوا الإيميل والنيم والليزر نيم. ممكن الإيميلات دي يبيحها ويجي لي اه على لك كتير. لذلك انا غالبا بقى عندي ايميلين. ايميل خاصة بالشغل ما استخدمهش كتير. ما بستخدمهش كتير في المواقع العمومية. ده اللي بيجي لي ايميلات خاصة بالشغل. و ايميل تاني لو انا عايز اجرب موقع من المواقع ديت بروح دخل بالايميل العادي بتاعي. بحيث ان ما يبقاش مرة واحدة لايه اعلانات كتير عمالة تيجي لي الايميل الخاص بي الشغل. فلو تم تسريب الباسورد فانت لازم انت تتغير الباسورد. انا زي ده وانت نسلم. وهكذا. فبيقول لي ايه الدياتا اللي اتخدت عني في الموقع دوت. جرب حط الايميل بتاعك واكتب لينا في الكومنتات هل فعلا تزهر موقع كثيرة تم اختراقها وتم سرقة الباسورد بتاعك ولا لا. اشتركوا في القناة شكرا